يقول الحسن البصري مررت في سوق الحدادين ببغداد فوقع بصري على حداد يمد يده ويمسك الحديد الأحمر الذائب دون أن يشعر بحرارته يطرقه بالمطرقة ويخرجه بأي شكل شاء فتقدمت إليه وسألته ألا تؤذيك نار الحديد المذاب؟ قال لا ولذلك قصة جاءتني ذات يوم سيدة حسناء وقالت يا رجل إن لي أيتاما صغارا يموتون جوعة فهبني شيئا من القمح لإنقاذ حياة أبنائي ولأنني فتنت بجمالها قلت لها سأعطيك ما تريدين بشرط أن أقضي منك حاجتي فغضبت وأعرضت عني وذهبت وفي اليوم التالي عادت إلي باكية وكررت ما طلبته في اليوم الأول فأعدت عليها ما كنت قد طلبته منها وجاءتني في اليوم الثالث وقالت إن أطفالي على وشك الموت فكررت عليها طلبي ولأن الجوع أنهكها فلم تعد لها قدرة على المقاومة وحين اقتربت مني أكثرت من البكاء وقالت إنني لم أرتكب هذا العمل الحرام قط ولكن لي عليك شرط أن تأخذني إلى مكان لا يرانا فيه أحد فوافقت على طلبها وأخليت لها الدار وعندما دنوت منها اضطربت وقالت ألم تعاهدني على أن تأخذني لمكان لا يرانا فيه أحد فقلت نعم أليس هذا المكان خاليا قالت وكيف هو خال وفيه خمسة يشهدوننا وهم الله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والملكان الموكلان بك والملكان الموكلان بي هؤلاء كلهم حاضرون ويشاهدون عملنا استحمل ربك يا رجل واصرف شهوتك عني يصرف الله عنك حر النار فتنبهت من كلامها وفكرت مع نفسي وقلت إن هذه السيدة مع ما بها من جوع وضيق تخاف ربها وأنا لا أخشاه مع كل هذه النعم فتبت إلى ربي من ساعتي تلك وتركت المرأة وأعطيتها ما أرادت وزيادة فلما رأت هذا الموقف مني رفعت يديها إلى السماء وقالت اللهم كما صرف هذا الرجل عني شهوته اصرف عنه حر النار في الدنيا والآخرة ومنذ تلك اللحظة التي دعت لي المرأة فيها بهذا الدعاء وأنا أتق الله وصرت لا أشعر بحر النار وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين والغيض والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين